اشتركوا في القناة ورح يظل القمر موجود فيها حتى تمام الساعة أربعة وعشر دقائق من عصر اليوم السبت اللي هو وقت انتقال القمر من برج الجوزاء لبرج السرطان وهي بداية أول اللي هي المنزلة أو حد المنزلة منزلة النسرة في بداية برج السرطان وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج طبعا بما ان القمر من الآن لغاية ساعات مساء اليوم السبت هو موجود في برج الجوزاء معناته بالضل الفترة اللي ذكرناها فترة نشطة مننشط فيها باتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال وعلينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي حكينا إنه تأثيراتها لغاية يوم 16 عشرة مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك فيها إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية ما بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها لغاية 22 عشرة هاي زاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها لغاية يوم 16 عشرة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي تأثيراتها حكينا إنها شوي طويلة لغاية 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي وممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا وبدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه في هاي الفترة ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ بتدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضنات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو مشاكل إلها علاقة بالنفط والبترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية 5-11 يوجد نظرة إيجابية لدى الجميع وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التربيع السلبية ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية 16-11 هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وأمور إلها علاقة بالطائرات وأمور إلها علاقة بالسكة الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي ذروتها اليوم وهي مع القمر وأغلبها رح تكون يعني زوايا سلبية فعشان هيك القمر رح يكون منتحس بالنسبة عالية كبيرة الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وما بين نبتون وطبعا هاي زاوية تأثيراتها من الآن تبدأ وبتستمر لغاية ساعات الظهيرة وهي زاوية بين القمر وبين نبتون دروتها الساعة 2.45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي دروتها ساعة 4.10 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من قبل منتصف الليل وبتستمر لغاية ساعات ما بعد الظهر هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط ما من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار لمدة 12 ساعة تماما خلو المسار رح يبدأ الساعة 14 دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة 14 دقائق مساء بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 14 دقائق مساء بتوقيت جرينيج القمر بيكون خلاص انتقل واستقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات المساء بنشعر بقوة العاطفة بنحاول خلق جو من الأمان إنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو بعض الذكريات القديمة يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة في هذه الفترة بوسعنا شراء عقار استئجار عقار بيع عقار أو زراعة نبتة أو الاهتمام بالبيت وديكور البيت أو أشياء لها علاقة بالتصليحات والترميمات الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل ما بعد انتقال القمر للسرطان هي زاوية تربيع سلبي برضو بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم السبت طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر وبتستمر لغاية منتصف الليل يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات مساء يوم السبت بضل الكتفين والذراعين واليدين الجهاز التنفسي وانبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدولا الأكثر حساسية واللي لازم ما نعمل أي عملية جراحية لإلها ممكن الاهتمام بأخذ علاجات أو مراجعات طبية أو فحصات طبية ولكن دون الأمور اللي إلها علاقة بالجراحة وبما أنه فيه خلوم مسار أساسا وطويل خلال هذا اليوم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط اللي هي بتكون عندهم نهار فما بنصح في هذا اليوم إجراء عمليات جراحية في ساعات المساء الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية عندنا المعدة والكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب، وغشاء الصفاق طبعا هدولا الأكثر حساسية واللي أساسا لازم نوفر لهم العناية الإضافية من مساء يوم السبت والأيام القادمة بالنسبة للعمليات الجراحية زي ما حكينا في منطقة الشرق الأوسط اللي بيكون فترة خلو المسار عندهم في ساعات النهار منقول لهم ما في أي داعي لعمليات الجراحية في فترة خلو المسار إذا في مجال تأجيلها إلا إذا كانت عمليات جراحية طارئة فهنا يعني لازم تنعمل بالنسبة لعمليات التجميل طبعا خلو مسار والقمر رح يكون منتحس بنسبة عالية ما بنصح فيها لا الحقن ولا الجراحة بالنسبة لقص الشعر الزائد أو إزالة الشعر الزائد أو قص الشعر التجميلي بنصح فيه الحنة بنصح فيه ولكن الصبغ لأنه مواد كيموية ما بنصح فيه في هاي الفترة بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين السبعة عشر بيبدأ طبعا يوم الاثنين في تمام الساعة ثمانية وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الثلاثاء حتى صباح يوم الثلاثاء الساعة أربعة وأربعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره عشرين يوم في تمام الساعة خمسة وأربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان زي ما حكينا وراح يضل في برج السرطان لغاية ثمنتاش عشرة هو الآن سعيد موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الجمعة سعيد بنسبة عشرة في المية ولكن في ساعات الفجر كل ما اقتربنا على وقت خلو المسار بصير منتحس طبعا في ساعات الفجر بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات الظهر اللي هي ذروة خلو المسار بصير منتحس بمية مية بالمية لغاية ساعات المساء يعني تقريبا عند انتهاء خلو المسار بتنزل نسبة النحوس إلى خمس وسبعين في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة وعشرين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية والزهرة في الميزان حتى يوم ثلاث وعشرين عشرة سعيدة بنسبة سبعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة بعدهم بيتراجع ويكمل تراجعه في الحوت هو منتحس اليوم بنسبة خمسين في المية زحل في الدلوب بيتراجع حتى يوم ثلاث وعشرين عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية وأورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14.12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23.3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم كمان بظل النشاط عالي جدكم جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والقدرة على الإقناع ولكن إذا كان عندكو امتحان أو مقابلة بدكو تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد ما تعتمدوا على الحضود وأثناء تنقلاتكم برضو بدكو تنتبهوا يعني حاولوا تركزوا بشكل جيد ما في داعي للمغامرات أو السرعة أو العجلة الأهم أنه تنتبهوا من العصبية وردات فعلكم اللي ممكن تكون حد شوي في ساعات مساء يوم السبت طبعا بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية لأنه القمر رح ينتقل للبيت الرابع أهم شيء أنكو ما تتعربوا من المسؤوليات ممكن تظهر بعض الأمور الشوية تكون مربكة إلها علاقة بالإخوة أو الجيران أو أحد أفراد العائلة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز كله بظل على الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية طبعا ضبط ميزانيتكم نفقات فواتير سداد ديون صحيح أنه في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية ولكن فرصها ضعيفة خلال هذا اليوم ولكن بدكوا تنتبهوا على مصاريفكم وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين الأشخاص اللي ممكن أنهم يستغلوكوا ماليا خلال هذا اليوم أما في ساعات المساء طبعا الأجواء بتصير نشطة أكثر بتصير نشط في مجال السفر الاتصالات بتعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران عندكوا قدرة على الإقناع بتصير عالية وسرعة البديهة بتصير ممتازة جدا ولكن بدك تنتبه على حالك أنه ما تتسرع أثناء قيادتك للسيارة وما تنفعل أثناء الحوارات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنتوا نشاط عالي جدا عنكم وعندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ولكن اليوم لأنه في خلو ومسار وطويل والقمر منتحس شوي ممكن تحس حالك متوتر أو تقل فقتك بنفسك شوي أو تشعر بنوع من أنواع الاكتئاب أو التقلب بالمزاج وحدية الطبع فعشان هيك حاول تضبط أعصابك لغاية ساعات المساء من ساعات مساء يوم السبت بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنك تتجنب النفقات ابعدوا عن المصاريف لزيادة انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات أو الأقصاط أهم شيء أنك ما تسمح لأمورك المالية بأنها تتراكم وفي نفس اللحظة خلي ثقتك بنفسك عالية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدوا يظل التعب لأن القمر ما زال موجود في الجوزاء لغاية مساء يوم السبت فعشان هيك التعب بيظلم سيطر عليكم تشعروا بنوع من أنواع التوتر الإرهاق تراجعوا بالصحة هيك نوع من أنواع الاكتئاب أو الملل أو الوسواس اللي ممكن يسيطر عليكم وردات فعلكم السلبية حاولوا تضبطوا أعصابكم ما في داعي لإصدار قرارات حاسمة بهاي الفترة لأنها فترة سلبية ومش لصالحكم راح تكون في بعض كرة هي احتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة يعني سجون مستشفيات أشياء من هذا القبيل من ساعات المساء طبعا هنا بتمتلقوا نشاط وحيوية لأن القمر بصير موجود عندكم بتعيش ولحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات وهذا الشيء بعوض الأيام الماضية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدأ الضغط ليصير شوي شوي لأن القمر الآن بيقترب من بيت المتاعب عندكم فرغم أنه بظل في نوع من أنواع النشاط الاجتماعي وممكن تلتقوا الأصدقاء وبرضو يتوجه لكو دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأشخاص اللي بترتاحوا لهم وممكن يصير فيه سوء تفاهم أو غضب أو زعل أو شيء له علاقة بالمعارف أو الأصدقاء فحاول أنك ما تتخذ قرارات وحاول أنك ما تفرض سلطتك عليهم في ساعات مساء يوم السبت القمر بنتقل وبيصير في برج السرطان اللي هو بيت متاعبكم فهنا بتبدأ الفترة القادمة تسجل ركودها على جميع الأصعدة فعشان هيك بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أمور مهمة جدا خلي انشغالاتك بالأمور الروتينية أو الإشي المعتاد عليه ولكن دون اتخاذ قرارات ودون عصبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة والعلاقات مع المسؤولين فمن الآن لغاية مساء يوم السبت بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل طبعا بما أن القمر منتحس من ساعات الفجر فعشان هيك بدك تنتبه خلال هذا اليوم من المغامرات والمجازفات والأشياء اللي ممكن تمس سمعتك بسوء أو تسبب لك نوع من علامات الاستفهام على سلوكك أو على تصرفاتك ابتعد عن الانتقاد قدر الإمكان راجع الكلمة قبل ما تطلعها وخلي كلامك واضح عشان ما يتسجل عليك ملاحظات أما من ساعات مساء يوم السبت فهنا بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر بيصير في عندك فرص لتعارف تلاقي مناسبات احتفالات أشياء من هذا القبيل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بما أن القمر موجود في البيت التاسع فخلال هذا اليوم أو من الآن لغاية مساء يوم السبت اللي بده يتقدم لانتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد انتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حواراتكم أثناء نقاشاتكم ما تعتمدوا على الحظ نهائيا خلال هذا اليوم اللي عندهم سفر فها بدهم يتفقد وأمتعتهم بشكل جيد وبرضو يروحوا قبل موعد السفر على أساس أنه ما يصير أي مشاكل ممكن تتأخر بعض المراسلات اليوم أو يصير بعض الفوضى ما زال في عندك نشاط عالي على مستوى الاتصالات وتقرب منه الأحبة ولكن بدون عصبية في ساعة مساء يوم السبت بدكوا تنظموا وقتكم بشكل جيد ممكن أنك تركز على سمعتك أو إنجازاتك في مجال العمل أو علاقاتك مع المسؤولين لكن دون مخاطرات ودون مغامرات برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لأن القمر ما زال موجود في البيت الثامن ولكن بما أنه منتحس لغاية ساعات مساء يوم السبت فعشان هيك يحاولوا أنكم ما تغمروا بأي أمور مالية مهما كانت الظروف والمغريات حاول أنك تكون عقلاني حافظ على أموالك ما تكفل حد ما تضمن حد وإحذر من المحتالين اللي ممكن أنهم يستغلوك أو يستعطفوك بالفترة ممكن تظهر بعض المشاكل اللي لها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي زي أموال الزوج أو الزوجة أو أموال الشركاء ممكن شوية تغامر ببعض المسائل المالية اللي شوي ممكن أنك تنحط تحت المسائل في هاي الفترة فعشان هيك يحاول أنك تحافظ على هاي الأمور بهدوء من ساعات مساء يوم السبت القمر بنتقل للبيت التاسع فأنا التركيز بصير على الاتصالات البعيدة والعلاقات بأشخاص خارج البلاد وممكن يصلكم خبر من بعيد فترة حافلة بالنشاطات حتى على المستوى العاطفي جيدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا بوسعكم تعزيز شراكاتكم برضو القمر ما زال موجود مقابلكم تماما سواء في العمل أو في العاطفي أو علاقتكم مع الأزواج ولكن زي ما حكينا أنه بهاي الفترة الطاقة بتصير قليلة لغاية ساعات مساء يوم السبت والحدية بتصير عندك عالية فسهل جدا استفزازك وسهل جدا أنك تفتح خلاف أو جبهة كبيرة أنت بغنى عنها بهاي الفترة اضبط أعصابك ابعد عن القرارات في هاي الساعات لغاية ساعات مساء يوم السبت لا ينتقل القمر وصير في البيت الثامن هنا بتعيد وضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وعدم اتخاذ قرارات حاسمة انتبهوا في ساعات المساء من بعض المحتالين أو الأشخاص اللي ممكن يستغلوكم ماليا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وحاولكم ما تبدأوا بعمل جديد أو العمال الروتينية وبدكوا تنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم طبعا القمر بما أنه منتحس وبدأ القمر يتجه باتجاه مقابلتكم تماما فطاقتكم ضعيفة ممكن تظهر بعض المشاكل اللي إلها علاقة بالعمل أو سوء تفاهم أو حدية بالطباع أثناء تعامل يعني أو نقاش حاد ما بينك وبين أحد الزملاء فعشان هي قدر الإمكان اضبط أعصابك وحاول أنك ترتب أوقات دوامك بشكل جيد عشان ما يتراكم العمل عندك أو يصير فيه أخطاء أما في ساعات مساء يوم السبت القمر بانتقل بصير مقابلك تماما هنا بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة يعني علاقة الأزواج مع بعض أو شركاء العمل مع بعض فهي فترة ممتازة جدا ولكن لأن القمر مقابلك تماما فهي الفترة بتتقل خلالها الهموم والمسؤوليات فعشان هيك بدك تتجنب ردات الفعل العنيفة وأيضاً اتخاذ قرارات حاسمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم القمر بردو موجود في البيت الخامس طبعاً ما تعتمد على الحظ نهائياً خلال هذا اليوم رغم أن الفترة ما زل فيها نوع من أنواع الاهتمام بالمسائل العاطفية والمالية والتقرب من الأحبة شوي هاي الأمور بتدعمك ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك على أبنائك ما تبالغ بملذاتك زيادة عن اللزوم يعني ضبط الأعصاب برضو إذا صار شيء وانفعلت بدك تضبط أعصابك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق بأحد الأحباء ممكن صحياً ممكن مشكلة بتحاول تحلها أو أشياء من هذا القبيل أما من ساعات مساء يوم السبت القمر بدو ينتقل للبيت السادس اللي إله علاقة بالعمل والصحة فهنا بدك تبلشوا تنتبهوا لعملكم وإنجاز أعمالكم عشان ما تتراكم وبرضو بالمقابل حاولوا أنك تنتبهوا لصحتكم شوي هو ما فيه أي مخاطر ولكن ممكن تحتاج لبعض الفحصات أو بعض الأدوية أو الاهتمامات الصحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة طيلت اليوم لغاية مساء يوم السبت وبضل التركيز على تصليحات وترميمات وأمور عائلية طارئة تظهر على الساحة أهم شيء أنك ما تنفعل وما تعصب وما يكون لك ردات فعل سلبية ممكن شوي يصير بعض الأشياء اللي يعني توصلك لمرحلة أنك تستفز ولكن ما تتخذ أي قرار ما تعاند ما تعصب ما تبادر بأي شيء جديد وبعد عن المشتريات قدر الإمكان اللي بتتعلق بأثاث أو أمور إلا علاقة بأجهزة إلكترونية منزلية أما في ساعات مساء يوم السبت هنا الأجواء بتتغير تماماً بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم مع أحبائكم الأجواء جيدة جداً على المستوى العاطفي مستوى الأبناء مستوى الترفيه بيطمئن بالك من مسألة ما ولكن ممكن بعد موليد برج الحوت ينشغلوا بمسألة بتتعلق بأحد الأبناء أو أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء